اي ام في العربي موقع تقني عربي متخصص في التطوير البرمجي الاحترافي مع الأستاذ أحمد ناصر أحمدناصر.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن الدورة المجانية التي سنترحها هنا على اليوتيوب ونتحدث من خلالها عن تصميم واجهات المستخدم والانترفيس من خلال منصة اليونيتي كيفية استخدام منصة اليونيتي لعمل واجهات المستخدم المرنة واستخدام أساسيات التحريك والإيفنز أو الأحداث طبعا في هذه الدورة قمنا بعمل وتسجيل عدة فيديوهات بداية سنتحدث في الدرس القادم عن مقدمة إلى واجهات المستخدم والقوي ونعرض ما الذي نحتاجه لتصميم الشاشات المستخدم بالإضافة إلى الدرس الذي يليه سنتحدث في استيراد الصور وعمل خلفيات رسبونسف للعبة وسأعرض لكم بعض القوالب التي ستفيدكم بشكل عملي جدا بتقديم أكثر من 350 صورة تقريبا 400 صورة يعني عشان نكون بالصحيح لمساعدتك في تصميم وتطوير الألعاب لمنصة اليونيتي وعمل تطبيقاتك بشكل احترافي بعدها سنتحدث عن الـ Canvas ويتحدث عن الـ Rig Transform والـ Pivot ما الذي نقصد به نقطة المحور ما الذي نقصد به بالـ Canvas ما الفرق بين الـ Canvas وبين الـ Transform ما الفرق بين Rig Transform وترانسفورم التقليدي بعدها سنتحدث عن الـ Anchoring والbest fit الخاص بالتكست سنتحدث في الدرس اللي بعدها عن التعامل مع الصور Responsive الأزرار البنيلز والنصوص بعدها سنتحدث عن التعامل مع القوائم المكيفة أو الresponsive menus سنتحدث بعدها عن عمل سلايدر عمودي كيف تعمل سلايدر يسحب معك لفوق أو سلايدر أفقي كيف تتعامل معهم عن طريق الhorizontal أو الvertical لأتي جروب كيف تتعامل مع الlayer mask كيف نتعامل مع السلايدر عمودي وقالية تحريك السلايدر والإلاثتي بعدها سنتحدث عن أساسيات نقل الحركة وتحريك القوائم باستخدام الترانزيشن باستخدام الانيميشن كيف نضيف إشي بسموه الغلاف أو الرابر على المينيو كيف نضيف زر الغلق والإغلاق للقوائم الموجودة في اللعبة كيف نعمل عمل نواكل الحركة الترانزيشن عن طريق شروط حركة التنقلات اللي هم سميها flags أو transition flags بعدها سنتحدث عن عملية كيف تعمل overlay للشاشة كيف نضيف إشي بسموه overlay أو تضليل للشاشة كيف نعمل برمج الألمات للحركة عن طريق الكود كيف نشغل الانيميشن عن طريق scripting بعدها سنتعامل مع الأحداث القياسية في اليونيتي وتعامل مع الأزرار اللي هم سميها standard event handling في اليونيتي بعدها سنتحدث عن تعامل مع الأحداث المصطنعة اللي هي custom event handling للصورة يعني كيف ممكن تضيف صورة وتضيف عليها events محدد مثلا تكبس على الصورة تحرك الصورة بعدها سنتحدث عن إصطناع أحداث المراسلة وطريقة نداء الدوان اللي يعني في عنا إشي بسموه event messaging أو messaging between events inside unity فراح نتحدث عن message كيف نعمل send message native function معين عن طريق messaging كيف نعمل call message كيف نمرر argument على طريق game object نمرر game object ل message راح نتحدث فيها بعدها راح نتحدث عن كيف طريقة عمل sprite responsive باستخدام إشي مميز جدا في هذا الدورة اللي هو responsive script كيف نستخدم responsive script مع حفظ الأبعاد القياسية اللي هي aspect ratio الخاصة في game object بعدها طبعا راح يعني نكون هيك أعطي لكم صورة كاملة كيف تصمم UI طبعا هذا الدورة إحنا نطارحين قسم مجاني اللي هو قسم موجود للاثنات تقريبا ثلاث ساعات راح يكون موجود على اليوتيوب اللي هو جزء من الدورة الكاملة يعني هنا راح نحط جزء الجزء هذا راح يكون مجاني متاح على اليوتيوب وعشان تلك نظرة على بعض الأمور اللي إحنا منطرحها في الدورة الشاملة لمطور ألعاب اللي ممكن تلك نظرة عليها في description خاص في الفيديو فهي الإشي أنا وعدتكم من راح ننزل أقسام من الدورة بشكل مجاني على اليوتيوب وهذا الفيديو وهذه الفيديوهات القادمة ستكون إفاءا بالواعد الذي قطعته لبعض عديد من الأخوة لإستفادة من الدورة هاي بشكل مجاني طبعا هذا الفيديو اللي راح نوجد نطرحه على اليوتيوب طبعا أنا تلكه تماما مش موجود على اليوتيوب حتى باللغة الإنجليزية فإحنا منكون هيك إلنا السبق في طرح موضوع تصميم اليو آي وعمل رسبونسيف يو آي باستخدام اليونيتي للأخوة العرب لنثري المحتوى العربي بشكل كبير فبتمنى جدا أصدقائي نيال الدرس على إعجابكم ما تنسوا تتابعوني على الفيسبوك أنب العربي على تويتر أنب العربي وكمان على موقعنا أحمد ناصر بالعربي أنب العربي دات كام أو ar.achmadnاصر.com بشكركم مرة تانية أخوتي وأخواتي للمتابعة نراكم إن شاء الله في الفيديو القادم وأول فيديو من دورة تصميم الـ graphical user interface graphical user interface باستخدام منصة اليونيتي والتعامل مع الـ animation و الـ responsive UI باستخدام عدة تولز وأدوات في داخل منصة اليونيتي الأولى عالميا لتصميم وبرمجة الألعاب الاحترافية بشكركم مرة أخرى لمتابعة هذا الفيديو نراكم في الدرس القادم لا تنسوا زيارتنا anbalaraby.com وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر واليوتيوب anbalaraby موضوع اشتركوا في القناة